بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين السادة المشاهدين السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سارتنا الليلة في المجلس الرمضاني ستكون مميزة نظرا إلى أن ضيفنا شيخ شخصية وطنية فريدة ومميزة فنحن نستضيف اليوم وبكل فخر الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان الذي يعتبر ذاكرة قطر الوطنية القانونية واحد الشخصيات الوطنية البارزة التي رافق التطور المؤسسات السياسية والدبلوماسية والتشريعية والأكاديمية لدولة قطر وأحد أهم الشهود على التطور الذي عرفته المؤسسات القانونية والسيادية في الدولة بل وأحد أبرز المشاركين في ذلك التطور الذي شهدته دولة قطر خلال نصف القرن الماضي الدكتور يوسف بن محمد العبيدان من موليد قطر سنة 1947 وهو شخصية قانونية بامتياز ويظهر ذلك جليا في سيرته العلمية والتحصيلية الأكاديمية فهو حاصع البكاليريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة وهو ما جعلهم من بين أكثر الشخصيات الوطنية اهتمام بالعلوم السياسية نظريا وممارسة وكل هذه الخبرات والمعارف القانونية جعلت من سيرة الدكتور يوسف العبيدان عامرة بالتجارب المهنية والخبرات العملية فقد عمل في السلك الدبلوماسي في بيروت حين من الدهر ثم أصبح أستاذا العلوم السياسية في جامعة قطر كما كان عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكان أيضا عضوا في لجنة كتابة الدستور القطري وفي حياة المهنية كانت له عضوية في مجلس الشورى ورئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضوية المجلس الأعلى لكلية الشرطة وكذلك أصبح خبيرا في قسم الوثاق والدراسات بالديوان الأميري وأيضا السيرة تستمر من إنجازات وإنجازات ولكن دعونا بداية أخواني واخواتي الحضور والمشاهدين أن نبدأ مع دكتور يوسف الأعدان ونسأل عن البدايات من الكتاتيب إلى صروح جامعية نفتخر فيها اليوم كيف ترى ذلك دكتور يوسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثاني وزير الثقافة وفريق عمله في الوزارة وجميع العاملين فيها على ما يقومون به من جهود حثيثة تدفع بالمسيرة الثقافية الحقيقة في بلادنا إلى الأمام وما هذه الفعاليات التي تقام هذه الأيام إلا جزء من هذا الحراك الثقافي الذي نأمل أن يساهمه في بناء أو في زيادة فعالية الحركة الثقافية في قطر والحقيقة أن طلب مني الحديث حول التجارب العلمية والعملية في حياتنا ولكن أنا كنت أفضل أن نحن نتكلم عن بعض المواقف وبعض المواقف والمحطات في تاريخ قطر حتى نربط هذه العلاقة التي كانت قائمة بين الشعب وبين أولاة الأمر مما جعل المجتمع القطري مجتمعا مترابطا ومتآلفا وأصبح الحقيقة مضرب المثل بين دول العالم في هذه الخصيصة الأساسية ولكن أما وأنتم طبعا ممكن تتكلم عن أنتو لا يعني خاص مدام أنتو لا لا ماشي بمهم مشكلة هنا أصلا موجودة لكن نبدأ فيها ما في مشكلة تفضل دكتور نبدأ بالمواقف التي تشوفها أيضا مناسبة ممكن أن تبدأ فيها لا أنا أنا أتكلم يمكن في أثناء السياق هذه طيب تفضل أنت قلت لي أتكلم الآن عن البدايات من الكتاتيب إلى الجامعات والصروح الجامعية الحقيقة أول كان أول تعليم لي كان عند المطوعة فأمنا محمود جيدة الله يرحمه عندنا في منطقة الجسرة درس تقريبا في هذا الكتاب تقريبا في حوالي تقريبا سنة وكنا طبعا بنين وبنات يعني لكن البنات في جانب والبنين في جانب حفظتوا قدرا كبيرا من القرآن وكنا نقرأ عندها الصباح والمساء ما عدا يوم الجمعة يوم عطلة استمرنا في هذا الكتاب حتى تقريبا بداية الخمسينات 1951 أو خمسين حينما يعني بدأ الاهتمام بالتعليم النظامي في قطر التعليم النظامي الحقيقة في قطر اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ التعليم النظامي ولكن أنا أتفق مع من قال إن التعليم النظامي عندنا يبدأ بإنشاء مدرسة الإصلاح الحمدية اللي أسسها الشيخ محمد بن علي المحمود رحمه الله اللي هو طبعا عم الوزيرة شيخه المحمود وكان من رجلات الشارجة الأفاضل وكان عالما وأبوه أيضا كان من وجهاء الشارجة وعنده أخ شيخ عبدالله بن علي المحمود من كبار العلماء اللي أسلمت على يدي قرية في حوالي ستة لاف شخص في الهند أسلموا على يديه وكان أبوه علي المحمود كان يمون طلبة العلم من أهالي الشارجة الذين كانوا يدرسون عند الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع في المدرسة الأثيرية وكان يدفع لهم الرواتب بواسطة التاجر القطري المعروف عبدالرحمن حسن فخرو هنا في سوق واقف في بيت فخرو وكان طبعا اللي جاءوا هنا كان يسكنون في بيت عبدالرحمن حسن أو في بعض البيوت المجاورة له هنا الشيخ محمد بن علي المحمود أنا لما زرت قبل وفاته بحوالي تقريبا بأربع خمس سنين وكان في وعيه فسألت قتال عمرك ما هي قصة مجيئك إلى قطر فقال لي والله أنا كنت في الشارجة وجاني مع مرشد العصيمي اللي هو التاجر معروف في دبي مع الحاج عبدالله بن درويش القطري الحاج القطري عبدالله بن درويش يقول جووني سنة تقريبا ألف وتسعمائة وثمان واربعين أو آخر سبعة واربعين فيقول يعني لما لما جيت لما جاوا عندي في البيت في الشارجة سألوا عني وين محمد بن علي قال محمد بن علي يفتحون مدرسة في الشارجة فقال مرشد العصيمي إذا نحن بنروح وبنرجع له فقال اللي معاه عبدالله بن درويش قال لا لا قلنا نروح لمكان الحفل فيقول جووني في مكان الحفل بعد ما انتينا من الحفل يقول قام عبدالله بن درويش انتحى بجانب ونقل لي رسالة شفوية من الشيخ عبدالله بن جاسم والشيخ حمد بن عبدالله فقال لي يا شيخ محمد يسلمون عليك الشيخ ويقولون لك الآن يعني انتعت الحرب العالمية الثانية وعادت شركة النفط القطرية كيو بي سي إلى قطر والجماعة في طليعة اهتمامهم كانت وزارة الاهتمام بالتعليم وانا واقع الاختيار عليك يا الشيخ محمد انك تكون اول مدير لأول مدرسة ستنشأ لي نظامية فيقول يعني طبعا انا ما قدرت تردد لانا قال لي كذا فقال لي وافقت له يقول حقوب مسافر تقريبا بعشرين يوم يعني كتاب من جاسم من درويش قال لي انه شيوخ يشكرونك على استجابتك وهما ان شاء الله في انتظارك يقول بعد ثلاث يور تعرف هذه الساعة ما كان في طيارات ولا شاي فيه يعني محامل بواخر فيقول جيت يا وصلت إلى قطر تقريبا ولما وصلت إلى قطر يقول سألت ودوني اخذوني بيت الضيافة يقول سألت قلت وين الشيخ؟ قلت سألت عبدالله بن درويش قلت لوين شلون الشيخ حمد؟ شلون الشيخ عبدالله؟ قال طيب قلت شون الشيخ حمد؟ قال الشيخ حمد يطلبك البيحة توافر من شهرين فيقول أنا يعني زعلت كثير وحزنت أنه كانت نفسي أنه أنا شوف الشيخ حمد ولكن يعني هذه إرادة الله ففي اليوم الثاني رحنا للشيخ عبدالله بن جاسم رحنا للشيخ عبدالله بن جاسم قابلنا يقول واتفقنا على إنشاء المدرسة وتسميتها بمدرسة الإصلاح الحمدية تيمونا باسم الشيخ حمد بن عبدالله يقول افتتحناها في بيت جلمود في البداية يعني في الجسرة عقب انتقلنا إلى مبنى بيت المانع اللي هاي مجاب للدوان الأمير اللي تاخده بعدين مقر لوزارة لمدرية المعارف فيقول بدأ أنه كان أجاب معاه حضرة معاه مدرسين اللي محمد بن جمعة الله يغفر له من هذه الشارجة واحد اسمه أيضا والله ما تذكرني الحاضرة ما دي اسمه واحد اسمه بعد المهم أن يقول ثلاث مدرسين معاي لكن كانت الدراسة فيها يعني علوم شرعية ولغة عربية واجتماعيات وعلوم كان من طلابها كثير حياته أقول موجودة الله سيحفظه الشيخ غانم بن علي موجود وأولاد الدرويش والشيخ عبد الله بن أحمد بن علي بن جاسم وغيرهم من كثيرين يقول حوالي في البداية حوالي كانوا 120 طالب وبعدين ازداد العدد استمرت مدرسة الإصلاح الحمدية قرابة الثلاث سنوات أو أربع إلى أن تولى الشيخ علي بن عبد الله الثاني الحكم في عشر أغسطس سنة ألف وتسعمائة وسبعة أو تسعة عفوا تسعة واربعين لما تولى الشيخ علي بن عبد الله بدأت حقبة جديدة في تاريخ التعليم يمكن سعدة الأخ عبد العزيز بن تركي ذكر لكم عنه لكن على عجالة أنه طبعا الشيخ علي شكل في البداية وهو الشيخ علي من محب العلم وعند الطلاع كثير في الأدب والشعر وغير ذلك وكانت اهتماما في بلاج الأمر بهذه الأمور فشكل الشيخ علي لجنة برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خالد الثاني رحمه الله وعضوية جاسم بن رويش الله يغفر لك اللي هو كان نائب الرئيس ثم عضوية يوسف بن أحمد الجيدة والشيخ عبد الله بن تركي والشيخ ابارك بن صالح الخليفي ومعه خالد الدجاني رحمهم الله هذول تعظيم يسمونهم أعضاء لجنة المعارف بعد سنة استقال الشيخ ناصر بن خالد وراح البلدية عينهم مدير البلدية فاستلم جاسم بن رويش رئاسة اللجنة وبدأ تقريبا التعليم النظامي في المدرسة بدأوا يستقطبون يجبون يعني جاسم بن رويش أحضر الشيخ عبد البديع سقر الله يرحمه اللي هو أول مدير للمعارف وجواننا طلائع البعثات الدراسية من مصر ومن فلسطين ومن لبنان ومن الأردن وبدأت عجلة التعليم النظامي الشيخ علي الحقيقة يمكن لما أفاء الله على قطر بثروة البترول أراد أن يسخر جزء كبير منها للإنفاق على التعليم فأول بلد يصرف يجري أو يجري رواتب لطلبة المدارس كان إحنا يعطونا يعطونا ثلاثين ربية أذكر ثلاثين ربية في كل شهر وكان الجميع يعقض يعني معنا إخوان من بعض الإخوان من فلسطين أولاد المدارسين والمصريين وكذا كلهم يقضون رواتب على قدم المساواة مع القطريين وكان تصرف لنا كسوة صيفية ثوبين كسوة شتوية والله يعزكم أحذية مع القرطاسية والأقلام والأدوات للهندسة وغير ذلك يعني وكان بعدما تطور الأمر إلى وجبات غذائية ناشف وبعدين عمله قسم التغذية يعني حوافز التعليم قدمتها قطر في بداية النهضة على نحو والشيخ علي الحقيقة كان لحكمة في هذا فيقول لك أن لما أعطي طلب رواتب في نفس الوقت أنا سأحرص على تعليم الأبناء ويكون مصدر دخل لأباءهم حتى لا يلجأ الأباء إلى إخراج أولادهم من المدارس وتعينهم في الوظائف يشتغلون وتنتشر الأمية لا فالحقيقة احنا طبعا يعطوني الرواتب واستمرين في التدريس وبعد ذلك بعد سنتين أو ثلاث أصيب جاصم بن درويش بمرض وراح إلى لبنان للعلاج وطلب من الشيخ علي إعفاءه من اللجنة فالحقيقة قام الشيخ علي وأحال ملف في التعليم بحاله إلى الشيخ خليفة بن حمد الله يغفر سموه الأمير سموه الأب الشيخ خليفة بن حمد الله يغفر الله الشيخ خليفة مدة تولى المعارف هو أول وزير مدة سنة واحدة ستة وخمسين في سنة سبعة وخمسين تنازل بالوزارة لشقيقه الشيخ المغفور للشيخ جاسم بن حمد الثاني اللي استمر وزيرا للمعارف حتى وفاة عام الف تسعمية وستة وسبعين الشيخ خليفة الحقيقة بدأ بتعليم وأيضا استمر على ذات النهج في تشجيع التعليم وجلب المدرسين والحقيقة كما تعلمون أنه كان عندنا في قطر نظام المستشار البريطاني المستشار البريطاني ذات تقليد دأبت بريطانيا عليه في تزويد حاكم الإمارة بمستشار يساعد الحاكم في كافة الشؤون ويتقاض راتبهم من من حاكم الإمارة ويعطي رأي استشاريا غير ملزم يعني للحاكم أن يأخذ برأيه أو لا يأخذ برأيه يعود هذا إلى الحاكم جوان الحقيقة مستشارين المستشار الأول يقال له مستر فيليب بلانت جي سنة الف وتسعمية وواحد وخمسين ولكن سنة أربعة وخمسين ترك وعفا الشيخ علي لأنه فشل في إعداد أول موازنة لقطر في إعداد الميزانية وبعدين بدأ يتدخل يريد يتدخل في شؤون المقيم السياسي اللي هو نسمي إحنا المقيم البريطاني القنصل مع أن المقيم السياسي أموره في الاقتصاد الخارجية فهو الحقيقة أراد كذا لكن الشيخ علي أعفا من هذا المنصب ورشحت لنا الحكومة البريطانية شخص آخر اسمه مستر هان كونج هان كونج استمر من 1954 إلى 1960 حينما تولى الشيخ أحمد بن علي الله يرحمه غفر للحكم وأقدم الشيخ خليفة بإعاز من أقدم الشيخ أحمد بإعاز من الشيخ خليفة على إلغاء منصب المستشار البريطاني وتولى الشيخ خليفة بنفسه هذا المنصب واستقدم لهذه المهمة الدكتور حسن كامل الله يغفر له كان المستشار بمثابة رئيس الوزراء ما قبل ما عندنا وزراء كان الوزيرين الوحيدين الشيخ خليفة والشيخ جاسم لكن كانوا وزيرين بلا وزارة يعني ما عندنا مجلس للوزراء فكان المستشار أجرى تنظيما إداريا قوامه عدة وزارات أو عدة إدارات بالأحرى إدارة الكهرباء إدارة الماء إدارة العتدة الميكانيكية الخدمات الهندسية الصحة ومن ذلك وكان يرعسهم المستشار البريطاني فالمستشار البريطاني بمثابة كان رئيس لكن مسؤول أمام الحاكم أيضا عن هذه الأعمال ما عدا مرفقين ظل بعيدين عن متناول المستشار اللي هو وزارة التربية والتعليم والجمارك وزارة التعليم تولها الشيخ جاسم ولم يسمح للمستشار بأن يتدخل في شؤون التعليم قال لي الشيخ جاسم الله يغفر له قال كان المستشار يعني تعرفون ذاك الوقت كان المد الثوري وثورة يوليو وعبد الناصر وكان العالم العربي يغلي وقطر كغيرها من بلدان الخديج تجاوبت معه أصداء القومية العربية وقامت المظاهرات خاصة إبان الاعتداء الثلاثي على بورسعيد على مصر فكانت تعليمات للمستشار أنه عدم الإتيام بمدرسين مصريين والعمر الثاني عدم ابتعاث الطلب القطريين إلى الجامعات المصرية فكان موقف الشيخ جاسم بن حمد موقف حاسم عطى التعليمات قال لا جيبوا المدرسين مصريين وابعتوا الطلاب إلى مصر حتى أذكر أن في بعض الطلاب كانت مجاميعهم على 45% قال مع ذلك أبعثوهم إلى مصر وقبلوا في الجامعات المصرية بعمر من الرئيس عبد الناصر استثناء في ذلك الوقت ومرفق الجمارك الذي كان تولى الوالد محمد عثمان فقره الله رحمه السمر أيضا بعيد عن متناول الإنجليزيز استمر هذه الأمور الشيخ خليفة أنا كنت عند الله يغفر لمرة يقول أنا أهم تحدي واجهني تعليم البنات يقول لما وجد الشيخ خليفة يقول لما وجدت أن كويت سبقتني والبحرين سبقتني في تعليم البنات وكذلك حتى السعودية بدأ في تعليم البنات والشارجة كذلك فيقول قدحق الشيخ الحالي طويل العمر يا أيوبا القصة كيت وكيت قال أنا معك لكن بعض العمان بين الثاني وبعض الكبار الأعيان والقبال لا يوافقون على الشيء فظليت فظليت معه بدون قال أنا إذا بيوافقون أنا ما عندي معنى ما كان يوافقون استمرت الحال يقول لغاية أواخر 57 حينما استقدم الشيخ علي الشيخ الجليل الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع والشيخ محمد بن عبد العزيز المانع كما هو معروف كان قاضيا لقطر مدة 24 سنة وهو الذي افتتح المدرسة الأثيرية التي خرجت طلاب كثيرين من قطر ومن السعودية ومن ساح الفارس ومن الإمارات وغيرهم مدرسة الأثيرية حتى بما فيهم العلماء درسوا على يده الشيخ عبدالله بن زيد الله يغفر له وعندك الشيخ الأنصاري والشيخ عزب بن جابر والثاني محمد بن عبد الرحمن وصعود بن عبد الرحمن الشيخ حمد بن عبد الله وغيرهم من أهل قطر حوالي 300 شخص وكانت الشيخ محمد في هذه المدرسة فكان الشيخ محمد يدرس وفي نفس الوقت هو قاضي لكن اليوم القضاء لم يكن عليه زحمة أكثر كان يتعلق بالطلاق وبالزواج بمشاكل الزواج ومشاكل الطلاق واحد عنده بيت مختلف فيه على حدود وغلا شي إنما ما كان فيه جرائم فيه اليوم مثلا إنه ما عدا جنايات بسيطة خفيفة كان يحل الشيخ محمد بن مانا فالشيخ محمد بعدين لما سافر وهي القصة لما سافر إلى السعودية استبقى نية العودة فقال حق الشيخ علي أنا باروح هناك وبرجع وقال حق الشيخ عبدالله بن جاصم عفونا قال أنا بروح وبرجع فراح ولما رح هناك استقبر بالملك عبدالعزيز فقال لا ما تروح إحنا محتاجين لك بن عينك مدير المعارف علشان نحن فيعاج لك إلى السعودية جلس هناك في جلس في السعودية ونظم المدارس ونظم وأشرف على التعليم فبقت البلاد من غير قاضيني الشيخ حسب بن جابر الله يغفر لك أنا يدرس عنده عرض علي القضاء ولكن اعتذر قال لا أنا أبوي وصاني وصاي إنه ما تولى القضاء مسؤولية وحاول معاه قال عائلة قال يا شيخ تول مؤقتا لما نحن نشوف الوضع حج وشيوخ سنة 1939 الشيخ عبدالله والشيخ حمد ومعهم جمع غفير من هالقطر والشيخ عبدالله بن جاسم والشيخ حمد لما يعني وهم بعدين ما قفلوا راجعين أدوا الحج يوج ورياض عند الملك عبدالعزيز وأرسلوا الوجيه محمد عبدالرحمون حسن فخره كان معهم وكان يسمونه نص الدنيا دي وكان تقريبا من كبار مستشاري شيوخ عبدالله بن جاسم والشيخ حمد أرسلوا على الشيخ محمد بن مانع قالوا لي يعني الآن يعني قال له يا شيخ محمد عبدالرحمون قال حق الشيخ محمد بن مانع قال لي يا شيخ أنت الآن تركت البلد وعلى أساس بترجع ولكن الآن البلد أصبحت من غير قاضي وهم بحاجين بحاجة إلى قاضي وكذا فإذا كان أي شيء تريد يعني تتبي منهم هم بيلبون لك يعني من أين قال له والله أنا مش بالعكس أنا جلت في قطر وارتحت فيه ولكن تعرف الآن أمام رغبة الملك عبدالعزيز أنا ما قدر أقول له لا فحاول معاه قاله والله أنا ما قدر قال له يا شيخ من ترشح لنا ووالده طبعا ما يبغي يعني وحين هم الآن متولين القضاء بنعلى ربط شوق بصفة مؤقته قال شوف يا يا أبو علي قول حقي الشوق إذا ما يصلح لكم إذا يبون قاضي ما يصلح لكم قاضي أقول لي للشيخ بن حمود الشيخ بن حمود هو تلميذي وكان من أنجب وأذكى الطلاب اللي عندي فإذا كان بيوافقكم اخذوا لأذن من الملك عبدالعزيز وخليوا رح معاكم وبتستفيدون منه فالشيخ بن حمود يسالف عليه أنا دائما كنت أروح لي دائما أنا علاقتي معاه أعتبره والد يعني وكان يعني أروح معاه والتذاكر معاه خطبه وفتواه وكذا فيقول لي يسالف عليه يعني يقول لي أنا كنت أدرس في الحرم وإحنا خمسة قضاء أو ستة قضاء أنا وعبد ناصر بن عبد العز بن رشيد وكذا أربع خمس بيودون الأزهر على أساس أنه بعد سبوع أو شهر دائما بن غادر لكن يقول أنا كنت أدرس في حلقة في الحرم والحرم ما كان فيه ماكرافونات هذه الساعة يقول وإذا بالمصوت يصوت الشيخ عبد الله بن زيد الشيخ عبد الله بن زيد كتنام فيقول اقترب مني قال حذرتك الشيخ عبد الله بن زيد كتنام قال والله جات برقية من الملك عبد العزيز يبقونك في الرياض الشيخ يبقون نحن بنسافر قال والله يبقونك فيقول طبعا ما نقدر نخالف أمر الملك فيقول على طول ركبت في اليوم ودني في السيارة لوري ما في سيارات يعني فاخمة مثل الآن فتأخذ تقريبا السيارة تأخذ حوالي عشر ساعات 12 ساعة للرياض يعني طرق طرقات كانت وعرة فيقول لما في اليوم وصلنا يقول رحت إلى مجلس الملك عبد العزيز يقول وإذا بالشيخ عبد الله بن جاسم والشيخ حمد وجاسم بن دروي شفاهد بن خاطر وناصر بن عطية محمد عبد العزيز كلهم عداهم علي الشيخ قديم بما فيهم الشيخ محمد بن حمد كان موجود وكان يعني صغير في السن فيقول سلمت عليه قال لي الملك عبد العز يا شيخ عبد الله قال نعم قال تعرف من هذول الجالسين قال هذول الشيخ عبد الله بن جاسم والشيخ حمد هذول من أعز الناس عندنا لأنهم حنابلة ومن أهل السنة والجماعة وأقرب الناس لنا والآن وقع ونعزهم معزة كبيرة والآن وقع اختيارهم عليك لتكون تروح معاهم قاضي في قطر فيقول طبعا ما قدر هقول شيء فقلت له إن شاء الله روحونا بارو بعد ثلاث تشر يقول من راح اللي جابه والد الأخ خالد من لبدة كان عضو مجل الشورى والد حمد بن محسن هو اللي جابه على مطايا يقول خالد يقول خالد من لبدة يقول حتى لما وصلنا هنا قربنا من من سلوة يقول كنا احنا على مطية يقوله الشيخ ابن حمود عطى أبوي دل صغيرة قال يا حمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا وهذه هدية بسيطة يقول دل صغيرة فمن يومها الشيخ ابن حمود تولى القضاء من 1939 إلى أن توفاه الله سنة 1993 وتقريبا ثلاثة وتسعين المهمة ستة وتسعين ستة وتسعين عفوا المهم طبعا هو قبل يتوفر سنتين ثلاث كان يعني تعبان المهم إن الشيخ خليف يقول يقول جيت لما وصل الشيخ بمانع يقول انتهست الفرصة وعزمت على العشة يقول تعمت أعزم على العشة وتعمت أن أعزم معه العمام محمد الله يغفر محمد بن جاسم والسلطان بن جاسم وعلي بن جاسم وعبد العيز بن جاسم والكبار ومعها القطر يقول وإحنا على اللقن اللقن يقول كان كبير وحوالي يمكن عشرين ثلاثين نفر على اللقن يقول قمت يقول وسألت الشيخ بمانع بحضور العمام قلت لي يا شيء قال نعم قلت ما رأيك في تعليم الفتاة في تعليم البنت يقول قال لي بالحرف الواحد يا شيء قليفة تعليم البنات فرض وواجب واللي يقول بخلاف ذلك فهو لا يفقه في الدين شيء فقلت لي إذا كان الله خير أحسن الله عليك يا شيخ اشرح حق العمام يقول بدأ المناخذ على اللقن نص ساعة ساعة على ربع خلدة ساعتين وهو يشرح لهم يقول وكأن بدأ كأن مقتنعوا وكأن على الرؤوس المطير يقول ما أحد منهم رجل قال لا في ضوابط وفي كذا وإحنا في السعودية فتحنا مدارس للبنات وكذا يقول وانا الشيخ الشيخ يسهل يقول أنا ما صدقت يقول مسكت العصة من النص يقول وأقوم والصبح أحرص يقول قبل الفجر وأقوم وأصلي الفجر يقول أنا دائما أصلي الفجر عند الشيخ علي لكن ذاك اليوم يقول رحت لبادري يقول يوم جاء وصلى الفجر يقول ورحت لا حبيت على خشمه قلت يا يوبا ترى البارحة هذي اللي حدث كذا قال والله ووافقه وش قال وقيت ووافقه وسكت قال يلا تواكل عظل يلا ابدأوا باشر ونفتح مدارس البنات يقول ونكسر عنقز زجاجة وبدأنا نفتح المدارس في بيت آمن محمود بفصلين مضي ثلاث فصول حق البنات مدة حوالي ستة شهر وبعدين افتتحنا اول مدرسة للبنات اللي هي عند السوفيتيل هنا وعيننا آمن محمود اول مدير مدرسة اللي هو وكانت تشرف عليها ايضا يعني حرم مدير المعارف وبدأ طبعا لعدات التدفق وحتى عجر رواتب للبنات اسوة بالبنين فهذه من التحديات اللي واجهها الشيخ خليفة والحمد لله يقول لي انا تغلبت عليها هذه التعليم حتى ايضا ظاهرة عندنا في قطر كما تعرفون يعني شعب قطر جبل على الخير ومن الله خلق يعني طبعا التضامن والتحاب والتالب منهم يعني كان عندنا لا يخفى عليكم كانت عندنا ظاهرة الرقيق موجودة هنا طبعا ظاهرة الرق في قطر يعني هذه طبعا ابطالها يعني جاء جاء الاسلام وهي قائمة وجاءت الايات تحث على عتق الرقبة في كفارة اليمين والظهار والقتل الخطأ وهي الحقيقة الظاهرة دي سادت مش في قطر بس في البحرين وفي الكويت وفي السعودية وفي الإمارات لكن قطر استبقت الأحداث الشيخ علي الله يقفر له سنة 1924 عندما أفاء الله بالخير على قطر جراء يعني عائدات البترول أول خطوة أقدم عليها إلغاء تجارة الرقيقة فأمر قال أن كل واحد يملك من الرقيق يودي كشف بالأسماء إلى هناك طبعا كان الأخ بن عمي عبد الله عبدان كان في القصر وكان يكتب اللستة واللستة تروح عند الأخ حسين الفردان هذا موجود كان يعمل في البنك الشرقي ويصرف لكل واحد 1500 سواء كان ذكر أو أنثى وبالتالي انتهت انتهت يعني ظاهرة الرقيق في قطر نهائيا واستبقت قطر الكثير من الدول الثانية في الوقت اللي ظلت فيه إمارات كثيرة لا زالت يعني كثير من الإمارات ما ألغيت فيه هذه الظائرة إلا في الستينات أوالي الستينات بس نحن سبقناهم بمدة وبيدافع والحقيقة أن قيل الكثير عن هذه الظاهرة في ناس قالوا إن الإنجليز الشيخ علي بدافع من الإنجليز بضاق لكن لا هذا كلام غير صحيش بدليل أن أيضا البحرين والإمارات والكويت كانت تحت الحماية واستمرت فيه ما ضغطوا عليه لكن الشيخ علي بدافع منه لأنه رجل كان متدين وكان شديد المتدين كان يخاف الله وكان أراد أنه يعتق هذه اللي وجه الله سبحانه وتعالى مثل ما فعل كان الشيخ جاسم الله يغفر له الجد جاسم أسس الدولة أيضا كان مولع بشراء الرق وعتقهم لوجه الله تعالى فيه أمور كثيرة أيضا بس أبين عرض على الشيخ نقطة مهمة دكتور يوسف وهي اختيارك أنت للسلك الدبلوماسي أو السلك السياسي لماذا دكتور يوسف العبيدان اتجه إلى هذا التوجه الحقيقة يعني أنا طبعا كنت أنا يعني مولع بقراءة القرآن والحديث النبوي وكذا فاستمرت المدرسة الابتدائية لقاية الصف الابتدائي وبعدين افتتح المعهد الديني فدخلت المعهد الديني كان معايل أخي الدكتور أخوي أحمد الكواري موسي زينل محمد سالم كواري راشد سالم الكواري عبد الحميد الأنصاري عتيق البدر احنا حوالي كذا قاعد ثلاث سنوات المرحلة العدادية في المعهد الديني بعدين فكرت احنا نقول يعني أنا مثلا لي رغبة شفت شفت الناس يدخلون العلوم السياسية فقلت ليش أنا ما أتخل العلوم السياسية لكن بالشهادة الدينية ما راح أقبل إلا إذا كان ثانوية عامة فطلبت من كامل ناجي أن أنا أحول إلى الثانوية قال لا يعني ما نقدر تحول لأن فيه اختلاف بين الدراسة الإعدادية الدينية والإعدادية العامة فقلت قال لي ممكن تتقدم الدور الثاني حي الشهادة الثانوية الإعدادية العامة في حالة نجاحك تقدر رحل الثانوية العامة فتقدمت للشهادة طبعا نجحت في الشهادة الإعدادية الدينية وتقدمت في الدور الثانية للإعدادية العامة ونجحت فيها ودخلت الثانوية العامة لما دخلت أنا جبت الأول على القطرين جبت حوالي 78% وهذه الساعة السبعة الثمانة السبعين ليس مثل الآن 96% 97% لا يعني كان النظام السنة الدراسية الكاملة مو بش النظام التيرمات أو النظام الفصول فجينا الآن العقبة أنا بدرس علوم ساسي في جامعة القاهرة وكان الشيخ الأنصاري الله يغافر لك أن هو مدير المعارف في الوزارة والشيخ جاصم كان غايب المهم أن قال لي الشيخ الأنصاري أنت تروح بعثتك تروح الجامعة الأمريكية في بيروت لأن أنت نجحت في الانجليز كان يعطونا امتحان انجليزي صح يعني صح ولا خطأ صح ولا خطأ وأنا ما بي بيروت قال لي لا ما رأت لازم تروح بيروت يعني لازم تروح قال لي ما شا سوي أنا ما برع بيروت قال لي لا أنا طبعا كنت مسافر البحرين فكلمت الأخوي أحمد عبيدان الله عم قال الوضع كذا كذا وابيك تروح مع الوارد حق الشيخ خليفة الله يغفر راح عند الشيخ خليفة الوالد طبعا يعني السلام علي الشيخ خليفة قال هيا أبو عبيدان شوالك عسا طيب رح حب الشيخ خليفة قال لا الوالد ما يعرف قال والله طال عمر كان عندي موضوع للولد يوسف لكن ما عرف الولد أحمد بشرح له قال لا يا أحمد شنو قال يطلع عمر يوسف جايب تقريبا الأول على القطريين ورغبة يروح مصر يدرس العلوم السياسية ومعطينا الجامعة الأمريكية والجامعة الأمريكية ما يبيها لأن جامعة تبشرية وما تصنع له وكذا قال يروح مصر قال عذاك اليوم كان يعني كان في قطر يعني كان منعين ناص يتقلون في العلوم السياسية لأن كان أول المستشار أو قال العلوم السياسية خطيرة واللي يدرس العلوم السياسية بيكون ضد الدولة ضد توجه الدولة قال الشيخ خليف هو وافق قال إن شاء الله بشوف الموضوع وعباد ولا بدخلت الشيخ الأنصاري لأن هو يأي بن معاملات الشيخ خليف لأن هو متول قال تعالي يا شيخ قال هذا يوس عبدان لماذا تودون مصر قال يبيروح القاهرة قال يبيروح القاهرة قال يا شيخ بيروت حسن قال إن شاء الله إن شاء الله ودوني القاهرة طبعا القاهرة كان سبقوني طالبين اللي هو أحمد خليف السويدي الله يعطي العافية ومحمد عيل أنصاري أنا لما رحت كان محمد عنصاري في السنة الثانية وأنا في السنة الأولى طبعا تتلمذنا على يد بطرس غالي الدكتور الدكتور رفحة المحجوب أحمد أبو إسماعيل زكي شاف يعني كلهم جهب إلى أن تخرج لما تخرجنا جينا على طول طبعا أنا علم سياسية فالواع تعيننا في وين أنا ومحمد الأنصاري وخليف العسيري ومعاني سالم النعيم أربعة تعيننا في إدارة مع إدارة الشؤون الخارجية في ذلك سعد لم تحصل على استقلالها بعد وقالوا لنا أنتو كل واحد عينوا بدرجة ذكرتين ثالث سنير ستاف وبعدين رحنا بعثة دبلوماسية دراسة في كويت مدة ثلاث تشهر وبعدين يلنا إلى أن قامت الحركة التصحيحية في قطر عام 1972 وتولى سموه الأب الشيخ خليفة بن حمد الله يغفر له مقالد الحكم وطبعا بدأت عجلة تنقلات السلك الدمناسي وكان نصيبي أن أنا رحت سكرتير أول عند الشيخ محمد بن حمد الثاني في سفارة دولة قطر في بيروت استمرت هناك تقريبا حوالي من سنة 1974 لـ 1986 وبعدين ترقيت إلى درجة سفير وجاء اعتمادي سفير لقطر عند الحكومة اللبنانية ولكن أو شكت أن أذهب إلى أقدم راقة اعتمادي للرئيس أمين الجميل لكن فجأت باستدعاء من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يحفظ وكان يوميها وليا للعهد فقال لي يوسف الدكتور كاظم يعني بيروح بيسافر وإحنا محتاجين لك في الجامعة ونبي الكفار للقطر إحنا ممكن السرق الدموناسي ممكن نبعث يعني ناس كده حتى يعني لأن السرق الدموناسي يعني حتى بعدين تقاعد ولكن صاحب السمو الأمير الوالد قال لا ممت تقاعد تجي عندني الديوان الأميري خاصة أنه كان عندي مؤلفات أبي خلص أدرس يعني قاعدك يشتغل فيه عن الشيخ عبدالله بن جاسم تاريق قطر ومنها يومها ما زلت في الديوان الأميري وعادي صاحب السمو الأمير الوالد اختارني عضوا في لجنة الدستور وأيضا عضوا في لجنة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعدين في سنة الفين أظن وستعش أو سبعتاش صاحب السمو الأمير المفدس الشيخ تميم نحمد اختارني عضوا في مجلس الشورى مدة أربع سنوات وهذه الحقيقة باقتصار يعني في الجبعة في الجعبة أمور كثيرة لكن يمكن ضيق الوقت قد ما يسمح لنا تقتلك ساعة وإحنا كملنا إن شاء الله رح نتعلكم الأسئلة إذا حب حد فيكم يطرح أسئلة الدكتور يسف العبدان على هذه المسيرة الطيبة الدكتور أحمد تفضل شكراً دكتور يعني نشطت الذاكرة القديمة وأنت ما شاء الله مرجع ثقافي ودبلوماسي كبير أنا في حوار يدار أحيانا حول اسم مدرسة دكتور أنا درست فيها أنت ذكرت الآن مدرسة آمن المحمود اللي عند المقبرة اللي تتتقع عند سوفوتيل هي كانت اسمها مدرسة الوسط أبا 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 أقول لك فما اسم هذه المدرسة لأ أنا وعبد العزيز ناصر وعبد الرحمن الغان مدرسني فيها سنة ثمان وخمسين فبس أبيتصلح لها المعلوم لا مدرسة الوسط تدري وين وعند إيهة مصلى العيد هذه مصلى العيد وهذه بيت ندرسنا فيه تقريبا هذه بيت حق أحمد بن محمد الأحمد مستعجرين عن طريق مواجد بن سعد وقعدوا فيه مدة بعدين ننتقلوا هناك هذه مدرسة الوسط حتى كانوا يقيمون فيه ندوات الدكتور عز الدين إبراهيم وكذا ويحضرون كنا نحضر احنا طبعا صغار لكن ما نعرف شنو الندوات لكن نشوف عالم فيها الندوات هذه مدرسة الوسط وبعدين تقريبا نقلوا إلى هناك حتى أحمد أخوي الله يحما مع أحمد جيد الذين يدرسوا فيه لكن عقوب احنا نتقل طبعا وين المدرسة اللي هاي في قسم التغذية هذه أي وخال الموليد عقوب سموه وخال الموليد السلام عليكم ذكرت أن شيخ عبدالله بن زيد المحمود كان مدرس في الحرم في سنة 1939 تقريبا وبعدين طلبوه يكون يتولي القضاء في قطر المدرسة الاثرية اللي أسسها شيخ عبدالله بن جاسم وكان يدرس فيه الشيخ بن مانع هل كان شيخ عبدالله بن زيد من طلاب المدرسة الاثرية نعم يعني كان موجود في قطر قبل ما يقادر نعم أولا المدرسة الاثرية بعض يسمونها الاثرية وبعضهم يسمونها الاثرية أنا واحد من عيال الشيخ بن مانع قال لي الاثرية لكنهم ما قالوا الاثرية أنا مهم عمالنا في دعوه في في الاسماء لكن من ضمن الطلاب كان الشيخ بن محمود عشان تدي قال الشيخ بن مانع أنه كيف لمس فيه يعني مثلا أنا بقول لك هو ركز على الشيخ بن حمود لأن الشيخ بن حمود كان أحين بقول لك قصة بس طريفة إحنا إحنا عيال عمي ربهات وعيال عمي كان لهم خلاف حول مسألة الورث وكذا فلما جاءوا للشيخ بن حمود لنتهول للشيخ بن حمود قال لهم الشيخ بن حمود قال لهم أنتوا جائين لي أنا أنا ما رح أبطل شيء أفتى فيه الشيخ بن مانع أنا كنت أجلس أدرس عندي الشيخ بن محمد شيخ بن حمود شيخ بن حمود وانتوا تحضرون معي على عمكم ما يثبت لكم شيء شوف يعني معنات أنه يدل أنه قاعد وهذه الكلام تقريباً سنة 1926-27 فهي ما يثبت لكم فاستمر الشيخ بن محمود يعني وكان ساكن في مسجد عبلان وكان الكتاب في يده يعني بعض الحريم هذه هالجاسة يقول لحنا نشوفه يروح يغيب والكتاب في يده يمسك من عبلان يروح صوب مشيرب يروح مسافة بعيدة يقرأ في الكتاب يغيب ويجي يرجع لما راح الشيخ محمد منوانا وغلقة المدرسة الاترية طبعاً الشيخ بن محمود راحنا علشان يبعثونا إلى الأزهر والشيخ بن محمود يعني حتى لما لما جهني وعيال عمي مع عيال عمهم أطلبوا أطلبوا أن يروحون قال behaviors قال لهم حق الشيخ علي نبقيしЧ الشيخ بن مآنا قال عندني الشيخ بن حمود قال نبقي الشيخ عمنا عطاهم سيارتين وراحوا حق الشيخ بن منا. الشيخ بن مانع قال لهم أنا الآن ماسك المعارفة وانو موفادي وأني ليش أجوني وعندكم الشيخ بن حمود الشيخ بن حمود في ه의 المساء المساء الارث أفهم مني إنا. الحرف الواحد قال له ما علagit مع أنه يعني يعتبر شاك بن تلميذ عنده لكن قال الشيخ بن محمود أفهم أني فيها المسألة هذه فهو طبعا جاء واستقر هنا في بيت في منطقة اليسرع عند بيت آمن محمود جيدا هذه كان المحكمة الشرعية ولحقنا عليه هنا وظل طبعا من ذلك اللحظة هو يستمر سوء وكان في البيت اللي بيناه بعدين بنغس كان فيه بعدين في الستينات عطوه البيت اللي فريج بن محمود دايلي الليني عند المستشفى هذه يعني لكن طبعا هو من تلاميذ الشيخ بن مانع ومن أنجب التلاميذ باعتراف الشيخ بن مانع ونفس الشيء الله يغفر لأحمد بن يوسف الجابر كان اللي هو طبعا شاعر القصر عمره 17 سنة وكان يدرس عند الشيخ بن مانع والشيخ عبدالله بن جاصم اللي يغفر له كان يدأب بين الحين والحين يروح يزور المدرسة الأثيرية ذاك اليوم أحمد بن يوسف يقول الشعر لما جلس الشيخ عبدالله وجلس قام أحمد بن يوسف وعلقى كلمة قيرة وياب حوالي 6-7-8 بيات أعجب بالشيخ عبدالله بن جاصم قال حق الشيخ بن مانع هذي ولد من هذا قال هذي طرع عمرك أحمد نيوسف الجابر قال ولد يوسف بن جابر ما غير المطوء قال بس يا شيخ قول أنا أبقي هذه عندي يا شيخ مانع قال له يا أحمد قال نام قال الشيخ يابونك عندهم قال له الحين يا شيخ أنا أبقي أدرس قال تسمع تسمع مني ترى المجال اسمي دارس روح عند الشيخ أفضل لك وراح عند الشيخ ومنه كان يحدث بالشيخ عبدالله بن جاصم ويقرأ له الشعر وكذا واستمر مع الشيخ إلى أن توفاه الله يسمونه شعر القصر فهذه المدرسة يعني خرجت كان الشيخ فالح ناصر بن قالت كلهم كانوا تلمنيه في المدرسة الأثارية محمد نسمع بعد مدخلتك حقيقة لما يتكلم الدكتور يوسف عبدان فليس على المر أن يكون منصة يوسف أحد القامات الفكرية والثقافية التي نفتخر بها أنا تربطني ما هذا الرجل سنوات طويلة من الصداقة والمحبة وله لشقيقه الدكتور أحمد الله يقمد روح الجنة وأبوهم الله يرحمه أيضا كان شخص عزيز وكنت أحظى بمحبة وعناية من قبله وأنا دائما حقيقة أتكلم عن الدكتور يوسف أقول له هذا الكلام الذي تسرده في الندوات يجب أن يخرج فيه كتاب وإذا كان الوقت لا يسمح لك فأنا على استعداد أن أأتي بمن يجلس معك ويدون هذه الملاحظات ونصدرها في كتاب إذا أمرتني أنا بجيك إن شاء الله يا رب يعني بس تتيح لي الفرصة حقيقة لأن الجلسة مع يوسف جلسة ممتعة وهو يحظى بتقدير المجتمع القطري كافة لثقافة العالية والإلمام بالتاريخ وأنا حقيقة من الناس الذين يرون بأن هذا الرجل الآن الله يعطيه العمر الطويل طبعا لازم نقبل بطبيعة الحياة بأن الإنسان قد يصل لمرحلة من العمر لا يستطيع أن يقدم فيها من الفكر ما قدمه أيام شبابه ولكن أنا أنظر للدكتور يوسف أنه ما زال في ريعان شبابه لذلك أنا باسمكم جميعا وباسم محبين هذا الوطن محبين الثقافة والأرث والتاريخ أو طالبه بأن يدون هذه الكلام الجميل وهذه الذكرى والذاكرة التي يخززنا في عقله في كتاب يكون مرجع للأجياء القادمة أنا كتبت يوم من الأيام أنه كان الدكتور يوسف قبل أعتقد أربع أو خمس سنوات يروي ذكرياته في رمضان في جريدة الراية في الصفحة الأخيرة من الملحق الرمضاني وكنت أنا معجب جدا وطلبت الأخوان في جريدة الراية بأن يجمعوا هذه الكلمات التي دونت خلال شهر واحد فأن يصدروها كتاب باسم صحيفة الراية لأن الكلام التي ذكر في هذه المقاطع أو في هذه العمود كان فعلا مرجع أنا كثير من الناس أنا أشعر بأنهم يرغبون في أن يحصلوا على بعض المعلومات التي قد تدون أو تقال في المجالس أو في الجلسات الخاصة لكن نريدها أن تكون في متناول جميع عن طريق كتاب يوجد في المكتبات فإذلك أنا أطالب بالدكتور يوسف وأطالب وزارة الثقافة على رأس سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن حمد بأن يأتي بالأقل بأحد الشباب الذي يستطيع أن يدون ويجلس مع الدكتور يوسف على الأقل لمدة شهر كامل كل يوم يجلس معاه ويدون هذه الذكرات عشان تصدرها وزارة الثقافة في كتاب وأنا على يقيم بأن الكتاب لن يكون في جزء واحد بل يكون في جزءين إن لم يكن في ثلاثة أنا أدعي لك بطولك العمر والصحة والعافية والله يوافقك وأتمنى لك المزيد من الثراء الفكري في أن تقدم مثل هذه الندوات الجميلة الحمد لله أن هذه الندوة دونت أو سجلت في التلفزيون وأتمنى إن شاء الله أن تعرض على الناس علشان يعرفون القيمة الفكرية التي يتمتع بها أحد شباب هذا الوطن كل الدعوات لك بالصحة والعافية دكتور يوسف شكراً أخ سعد يعني أنا طبعاً مثل ما أتفضل الأخ سعد العلاقة حميمة جداً أباء وأجداده وهو طبعاً يعني دائماً أنا فخور بالأخ سعد ومعجب بتواضعه وبخلقه ويعني ومحبته للناس يعني أنا دائماً أقول دائماً للأخ سعد أو إذا كان في زواج أول ما نشوف الأخ سعد إذا كان في حزن في عزاء أول فتح في أي فعالية ما يخص بأي شيء عند مجلس العامر هو أشبه بصالون ثقافي يلتقي فيها لحبه أنا طبعاً ما حصل الشرف أروح له لكن إن شاء الله أوعده أنه بأجي عنده وبأزوره محبتك في القلب ولك مكانة كبيرة يا أبو محمد عندنا ويشهد الله على ذلك ويعني مثل ما يقول نشيد بخلقك وبتواضعك وبقلمك دائماً أنا أحرص كل ما أشوف في الجريدة بقلم سعد رميحي لازم أقرأ المقال حرف بحرف وكلمة بكلمة عشان نستفيد منها وأنت طبعاً مشهود لك بهذا وأشكرك على إطرائك وإن كنت أنا ما استحق لكن أشكرك مرتاًا علي في ختام هذا المجلس الرمضاني العامر بالذكريات الخالدة والدروس الحية وأمام هذا الحضور لشخصية وطنية فاعلة ومثقفة وحاملة لخبرات كبيرة ومعرفة أكاديمية وسياسية عميقة مثل الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبدان فلهمنا كل التقدير والاحترام والتبجيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة